رسالة لمن يشاهدني الآن المحبة في الله ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم تحابوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الحبيب النبي بين أصحابه يوما فيضحك فقال له الفاروق عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال رجلان من أمتي جثيا على ركبتيهما أمام رب العزة يقول أحدهما لصاحبه يا رب خذ بحقي من أخي فيقول له ربنا أي للمظلوم قم فانظر فينظر إلى قصور مكللة باللؤلؤ وأنهار من لبن وعسل مصفى وأنهار من ماء غير آس فيقول يا رب لأي نبي هذا لأي صديق هذا لأي شهيد هذا قال هذا لمن يملك السمن قال ومن يملك السمن يا رب إلا نبي أو صديق أو شهيد قال أنت تملك السمن قال أنا قال نعم بعفوك عن أخيك فيقول يا رب أشهدك أني قد عفوت عن أخي فيقول ربنا خذ بيدي أخيك وادخل إلى الجنة فرسالة طيبة جزاكم الله خيرا يا حق سليمان على عفوك عن أخيك وادخل وходه